هنتكلم بقى عن كولر كولر اللي عامل هدوء داخل فريق النادي الاهلي عجبنا اوي الواقعية والهدوء من اول قدوم مرسل كولر على فريق النادي الاهلي دي هتكون المباراة الخامسة لمستر كولر مع النادي الاهلي المباراة الاربع السابقة الحمد لله النادي الاهلي فاس فيهم كاملة ان شاء الله كل التوفيق وتكون دي المباراة الخامسة للفوز للنادي الاهلي على التوالي افتتح ميستر كولر مع النادي الأهلي مبارياته مع اتحاد منستيري في دوري أبطال أفريقيا فاز في مباراة الذهاب 1-0 وفي مباراة هنا في مصر 3 أيضا فاز في افتتاح بطولة الدوري المصري قدر يفوز على الإسماعيل الفريق المحترم في بداية المشوار 1-0 وفي المباراة السابقة أمام أسوان رغم العرض ما كانش قوي لكن في بطولة الدوري النتيجة أهم والمكسب أهم دايما المؤتمر الصحفي والكلام اللي بقوله كولر عن فرقته كلام واقعي دايما ملتمس أو حاطط يده على الأخطاء وده مهم جدا لما يكون المدير الفني عارف الفرقة بتاعته وصلت لفين في النواحي الفنية في النواحي البدنية في نواحي التركيز اللي هو أكد عليها في المباراة السابقة وقال في مباراة أسوان أنا محتاج لعب النادي الأهلي دايما تسعين ديئة يكون فيهم تركيز كبير جدا هو ده اللي هياخدنا للمباراة القادمة المباراة المهمة مباراة السوبر المصري مباراة السوبر المصري مباراة من تسعين ديئة لو تأخر الفوز فيها بيكون في وقت إضافي بيكون فيها رقلات جزاء النهاردة الأسلوب أو طريقة اللعب اللي ممكن يبدأ بها كولر ممكن تكون مختلفة شوية عن المباراة السابقة لكن ميستر كولر دايما بيسعى في كل مبارااته عن تحقيق الفوز في كل مباراة النادي الأهلي وده احنا شفناه في الكرة الهجومية في الضغط العالي في الاستحواز في الرتم العالي والسريع اللي بدأ يفرضه ميستر كولر على كل الفرق اللعب قدامها خلال الأربع مباراة السابقة لكن المباراة دي علشان هي مباراة وحيدة أو مباراة واحدة مباراة واحدة من بطولة تستدعي الهدوء تستدعي التركيز تستدعي عدم الاستعجال ده رسالتي هنا للاعب النادي الأهلي عدم الاستعجال في الفوز النهاردة في مباراة السوبر المصري اللي يدافع صح هو اللي ان شاء الله يطلع بالمباراة وده ان شاء الله هيقدر يعملوا لعبي النادي الأهلي يبقى عندك التوازن في الدفاع والهجوم حالة لعبي النادي الأهلي شكلها ازاي؟ الحمد لله كل اللعيبة بصحة جيدة كل اللعيبة على أتم الاستعداد معادة أليو ديانج أليو ديانج اللي عنده إصابة في الخلفية استدعت استبعاد ومباراة السوبر وممكن ماتشين أو تلاتة كمان خلال مباراة القادمة لكن عندنا ثقة في كل اللاعبين الموجودين أليو ديانج طبعا من اللاعبين المهمين من العناصر المهمة في تيم النادي الأهلي وخاصة في خط الوسط لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في حمد فتحي واحد من الأساسيين في لعبي وفي تيم النادي الأهلي شفناه في مباراة اتحاد مليستيري وهو بيسجل حمد فتحي أيضا كل التوفيق وعندنا ثقة كبيرة لعمر السولية واحد من الأساسيين من لعبي النادي الأهلي عنده خبرات كبيرة جدا ابتدى مباراة التحاد المنستيري في المنستير اللي قدرنا نفوز فيها 1-0 رجع الماتشيل بعد كده أخذ أجزاء من المباراة بعد كده وإن شاء الله يكون لي دور أساسي في المباراة القادمة برضو أحمد نبيل كوكا أنا ما بتكلمش النهاردة على لعيب واحد أو اتنين احنا بنتكلم عن تيم كامل للعيب النادي الأهلي تيم كامل يقدر إن شاء الله يصنع الفرق ويحقق بطولة الصوبر لـ 12 في تاريخ النادي الأهلي دايما بالأرقام القياسية وأرقام البعيدة عن أقرب منافسية حالة محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم أيضا من اللعيبة اللي قدرت تحط رجليها مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر لعيب مهم جدا سواء في الحالة الدفاعية أو في الكرات الهجومية اللي بتكون لصالح النادي الأهلي كانت خبط في مناخير والمباراة السابقة خبطة قوية في الأنف حسب بعض الألم لكن الدكتور أحمد أبو عابلة قال إن شاء الله حالته مستقرة حالته مطمئنة هيكون موجود في المباراة إذن كل لعبي النادي الأهلي كل لعبي النادي الأهلي موجودين زي ما احنا شايفين الوجوه في ثقة في تفاؤل أكرم توفيق اللي عاد أقوى من الأول ومكسب كبير للنادي الأهلي ومنتخب مصر ودي بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة طاهر محمد طاهل هيكون موجود في المباراة وقدر يقنع الرجل إنه يكون رجل موجود وبصفة أساسية في تيم النادي الأهلي محمد عبد المنعمل بنقول له الحمد لله على السلامة بيرسي تاوي لمشاركته في المباراة السابقة وأخذ أجزاء من المباراة كانت مهمة عشان تجهيزه المباراة القادمة كل اللاعبين النادي الأهلي محتاجهم كل اللاعبين سافيو اللي بدأ يدخل بيحط دلوقتي رجله واحدة واحدة في فريق النادي الأهلي بياخد الثقة بيبدأ يتعود على الدور المصري ودور أبطار أفريقيا محمد مجد أفشة واحد من العناصر الأساسية والعناصر المهمة في تيم النادي الأهلي شاد حسين شاد حسين اللي كل مباراة عن المباراة السابقة بيقول أنا موجود وصفقة كبيرة ومهمة لفريق النادي الأهلي سواء بالتسجيل في مباراة الإسماعيلي أو أنه يصنع ركل الجزاء في مباراة أسوان السابقة علي معلول واحد من الخبرات الكبيرة جدا في فريق النادي الأهلي حسين الشحات وعودته مكسب كبير جدا الحالة المعنوية حالة جيدة جدا الثقة موجودة لكن مباراة زي دي تستدعي أننا أقل الأخطاء على قد مقدر آخر مباراة تجمع بين الأهلي والزمالك كانت في بطولة الكأس ولو رجعنا لو رجعنا بالأحداث السابقة هتلاقي كان فريق النادي الأهلي في نهاية الموسم تلاحم ثلاث مواسم كان مجهد بشكل كبير اللعبة كانت مجهدة زهنيا وبدنيا وفنيا كل شيء حتى كان فيه خطأ من محمد الشنوفي بداية المباراة النهاردة عايز أقول لعبة النادي الأهلي المباراة اللي زي دي لازم نقدر أو على قد ما نقدر نقل الأخطاءنا جدا داخل المباراة هو ده اللي بيركب فريق على فريق بمعنى كرة القدم طول ما أنا أخطائي وليه له طول ما أنا واقف صح والتمركز صحيح داخل المباراة طول ما أنا بدافع وكله تحت الكرة لما أفقد الكرة متمركز تمركز صح في النواحي الهجومية الفرصة لازم تخرص بهدف النهاردة المباراة اللي زي دي الفرصة بهدف ما ينفعش النهاردة إن أنا أفقد الثقة فرصة وراء الثانية وراء الثالثة لا تيجي مباراة أقدر أخلصها هي دي الفرقة اللي بتقدر تدخل في المباراة من بدري بدري